يعني في البداية أحب أقول أن مشير سمطاوي رمز من رموز مصر من رموز العسكرية المصرية على المستوى المهني وعلى المستوى الإنساني كمان سواء في التاريخ بتاعه وقصة كفاحه كلها مرتبطة بمصر سواء كان في فترة العسكرية والحرب أو في فترة ما بعد الحرب والظروف السياسية الحاسمة والحاكمة اللي مرت بمصر وكان دايما أعتقد أنه كان نصب عينيه الحفاظ على مصر وسلامه وأمنا القوم يعني أعتقد لو بنحط عنوان يبقى هو ده العنوان اللي قدر نحطه للمشير سمطاوي المستوى الإنساني كان عامل إزاي؟ يعني حضرتك تلمست على إيده كان عامل إزاي على المستوى الإنساني معاكم كتلاميذ وبيتكلم معاكم إزاي؟ هو يعني قريب نفسيا من رجالته قريب نفسيا من رجالته أسلوبه في الحياة وفي المهنة يخلي المسافة النفسية قريبة وده بيبقى يعني قطع مرحلة كبيرة جدا في التعامل إحنا حتى التلمزة يعني التلمزة إحنا ابتدينا مع سات مشير طنطاوي وهو نقيب في الكلية الحربية كنا احنا في الكلية الحربية طلبة الدفعة 49 النص التاني من تلمزتنا في الكلية كان موجود في المرحلة الرئيسية اللي احنا كنا فيها يعني احنا في الفترة دي كنا حوالي 300 دارس مفروض نروح ناخد فرقة صعقة وفرقة مضلات هو كان في المرحلة دي قبلها كان يعني كان جزء من تلمزت في الكلية في سنة ربع سنة الأخيرة يعني كنت رقيب طالب يعني فهو كان قائد الجروب اللي أنا أنتمي إلي بعد كده المرحلة دي مع 300 دارس أو أكتر شوية رحنا أنشاص أخذنا دورة صعقة ودورة مضلات هو رافقنا كمشرف ثم رافقنا كقافذ وحصل على دورة المضلات معنا رغم أن احنا كنا طالبا متوسط عمرنا 19-20 سنة هو كان نقيب يعني رجل عدل 30 سنة ولكن جارانا في هذا الجهد جارانا في هذا الجهد وحصل على هذه الدورات بتفوق دي كانت مرحلة الزمالة التلمزة الأولى عن قرب المرحلة بالنسبة للتانية كنت وقتها يعني بعدها كنت مقدم أركان حرب في رئيس عمليات المضلات وكان محور القوات الخاصة فهية العمليات كان السادة العقيد حسين تنطل فكان فيه مسافة عن قرب مسافة وسائقية وخرائط وتدقيق تعمل أشهد له أنه كان رجل دقيق للغاية كان رجل دقيق دقيق جدا ولازم الحاجة اللي هتمر عليه يدقيقها بشكل جيد تفاصيل يعني جدا أهل دي المرحلة اللي بعد كده قفزة كبيرة شوية كان قائد الجيش التاني الميداني في الإسماعيلية كنت أنا قائد له مضلات فبشتغل تحت قيادته في التدريب والمشروعات فبرضه بحكم العمل في نظام بقاد مضلات بيشتغل يعني من مصارين مصاري أننا مرؤوس بنفس ومصاري أننا متخصص في مجالي معاه كعضو هي إدارية ومحكمين يعني هذه المرحلة اللي بعد كده المرحلة الأخيرة اللي أقدر يعني أعتذي بها جدا يعني أننا تخرجنا من أكاديمية ناصر سنة 1991 كان هو معين وزير دفاع بقاله أشهر كانت تخرجنا في شهر ستة هو كان يمكن تعين وزير دفاع في شهر ثلاثة أو أربعة لم أذكر يعني فكان أول إجراء رئيسي له يعمله هو وزير دفاع تخرجنا أذكر الحوار الطفيف اللي دار وكان ليه شرف أن أنا أسلم عليه لأنا كنت أول دورته يعني كان ده شرف إضافي بالنسبة لي يعني فهو قال كلام طيب قال كلام طيب شخصه قال كلام طيب للعموم يعني المرحلة اللي بعد كده بالنسبة لي كانت بعيدة عن العسكرية المباشرة أنه هو بعد كده بالمرحلة دي انتقلنا إلى يعني الوزير دفاع لفترة طويلة عاصر ستة رؤساء وزراء فترة منتدة طويلة جدا لكن بعد كده المنعطف العسكري نقدر نقول أنه تغير بعد مثلا أحداث 25 يناير وبقى عندنا منعطف سياسي منعطف سياسي الفترة اللي فيها مطلوب اللي تنحى فيها الرئيس حسن مبارك هو قام بهذا الدور مرحلة الانتخابات الرئيسية اللي فيما بعد المجلس العسكري مفهوم طبعا فالتاريخ ممتد والمشير تنطاوي التاريخ الوطني المحور بتاعه الحفاظ على مصر والحفاظ على أمن مصر عظيم جدا وده كان واضح منذ البداية